تضير أي ليسمى أفضل والتي أعدل والتي أحسن فدائما وأبدا أحسن الطرق وأحسن المثال معقوذا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومعقوذة من سنة الرسول لله صلى الله عليه وسلم وأنت في خير دائما ما دمت مع كتاب الله إذا كنت تتعلم كتاب الله شانسة تتدبر كتاب الله فأنت في خير تتلو كتاب الله فأنت في خير تدعو إلى كتاب الله فأنت في خير تجاهل بكتاب الله فأنت في خير تجاهل بكتاب الله فأنت في خير فحقا إنه كتاب مبارك ومعاني البركة كسرة الخير كلما جئت مع كتاب الله تزداد خيراً وترتفع ضرازات وتسعد بالدنيا ونحن من إداية القرآن الكريم التي هي أقوى من إداياته لنا في أجواب الظرية فنحن نسعد بالزرية الصباح الظرية الطبيبة تقر بها العين ونتنظر إلى زرية قوم الأخوة الظرية الصالحة تدعو لك بعد ما مات إذا أنت بدت ولد مصالح يدعو لك تصلك دعوته وأنت في قبلك تصلك دعوته وأنت في عند لقاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع لرجاته للمكيان فأقول يا ربي أن لي هذا عن كيف أنا وصلت إلى هذه الدرجة وأنا ما عملت الأعمال التي تبلغني هذه الدرجة فيقال باستغفار بلدك فهي أهنيا لك إذا أنت منت وأنت في قبرك وثمت أولد صالح يدعو لك يحج عنه يعتمر عنه تتصدق عنه هنيئا لك بالذرية الصالحة هنيئا لك إذا كانت لك ذنب صالحة تدعو لك وتقول يا رب الحمو كما أحسن تربية يا رب وفقه كما علمني كتابك كما علمني سنة رسولك هنيئا لك في حياتك وبعد مماتك إذا كنت أنت دائما مع كتاب الله سبحانه ومع سنة رسول الله هنيئا لك لذرية الصالحة لذا نحرص على أن تكون لذرية صالحة نحرص على أن تكون لذرية صالحة فيما النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله ومات العبد وقطع ملوه إلا من ثلاثة منها ولد صالح جن علا حديث مع إخواني في هذه الدقيقة المعدودة إن شاء الله عن بعض أسباب صلاح الزجن فيقول وبالله تعالى التوفيق نحن أنفسنا لن نصنح وكان ذريتنا لن نصنح إلا إذا أصلحنا الله وأصلح المجيح فالمتدي من هداه الله والموفق من وفقه الله فلذا من أعظم أسباب صلاح الزجنية دعاء الله بصلاحه ولذلك كان من دعاء للإيمان أباد الرحمن من الذين أتمنى الله عليهم قلوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة العين يا رب هب لنا من الأزواج وذرية ما تستقض به العين ونتنظر إلى ناس من آخرين واجعلنا للمتقين إيمانا فعليك أن تدعو الله كثيراً لصلاح الزجنية تدعو الله كثيراً لصلاح الزجنية وأنتم تعلمون دعوة الخليل عليه السلام رب هم لي من الصالحين رب هم لي من الصالحين الرحيم كان لا ينجب أكثر حياتي مستمر في الدعاء مستمر في الدعاء إلى أن رزق بإسماعيل كان يقول الحمد لله الذي وهم لي على الكبر على الكبر إسماعيل وإسحاب إن ربي يسميع الدعاء ولا يفك زكرياً وعليه السلام عن الدعاء رب هم لي من لدوك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الرحمن وكذلك فإن ربنا ذكر الذي بلغ أشده وبلغ أربعين سنة يقول ربي أوزياني بعد أن بلغ الأربعين سنة انتهى الأشد وأبدأ في التنازل والضعف بعد ذلك قال ربي أوزياني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وأن أعمل صالحاً ترضى وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إِنِّي تُلْتُ إِلَيْكِ وإِنِّي اللَّهَ فأول خطوة وأهم خطوة في هذا الباب فقد ندعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الذريات إذا كان لك ولد مصالح سيريحك كثيراً سيعينك على طاعة الله سبحانه وإذا كان الولد الشتيراً والعجاذ بالله سيسده لك طغياناً وكفراً فإن الله قال في شأن الغلام الذي قتله الخضر وأما الغلام فكان أبراه منه فخشيناً أن يحقهما طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً وأخذ ربهما فدوماً ندعو الله بصلاح الذري فلا الوالدان الكريمان آدم وحواء علينا السلام لأن أتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين فعلينا جوماً بصلاح الذري سؤال الله سؤال الله أن يصلحنا وأن يصلح لنا ذريك أولاً وبعد مع دعائك لربك أن يصلحك وأن يصلح لك ذريتك عليك أن تنتقي الزوجة الصمحة فهي سبب من صلاح الذرية تعينك في غيابك على ذرياتك وتهذب الأبناء وتهذب أبنات لذا جاء الدعاء متضمننا ربنا أبلدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينين واجعلنا للمتقين إمامنا فكونك تختار زوجة صالحة هذا من حق نفسك عليك ومن حق أولادك عليك إذا قضر الأولاد إلى أمه وجلاه ولعاده في الله سياه سألومه أباه سألومه أباه فالشاهد عليك بانتقاء الزوجة الصالحة ولذلك في بعيد رسول الله ومكعت مرأة لأربع لمليها ولجمليها ولحسبيها ولدنيها قال فاضفر بذات الدين تربت يدك فالنعاد المحتمل إلاها من اللغة المصرية يعني الله يخرب بيتك إذا لم تتزوج الدين تربت يدك نصقت يمينك بالأرض من الفقر إلا بتخذك فاحرص على زوجة الصالحة تمر في دعائك بالدريرة الصالحة والزوجة الصالحة وعند إتيانك لأهلك فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمل أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان مجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أي لم يضره بشرك يخلد به في النار أو لم يضره بمعصية لا يتوب منها بل إذا حمله على المعصية وفقه الله سبحانه وتعالى بالتوبة زلة القدم يوفقه الله للاستفار فقل هذا الذكر الذي حسن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنفاع وإذا استمر الحمل وتزوجته وحملت الزوج عليكم بالدعاء لأن الله هو الذي يأمر الملك في ملك موكل بالرحم مخصوص شغلته تم تعرفون أن الملائكة لهم وظائف إنه واحد موظيفة في ملك جبريل موكل بالوحي إلى الرسل في ملك موكل بالقطر المطر النازل من السماء ملك موكل بقبل الأرواح قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم موكل منه انتظروا متى ينتهي الأزل حتى أخبره خدمواك الخلاق العليم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في ملائكة موكلون بالأرحال والملك الملك ليس كالطبيب الذي يتابع عنده زوجته لا ما يقض الله به على لسان الملك هو الذي سيكون فيبدأ يراقب النطفة منذ أن تغزى ففي رحم البرق النطفة من المهين يمنى التي تغزى في رحم المرأة يبدأ الملك في متابعته لن يحصل إجهار إلا بإذن الله ولن يتم الحمل إلا بإذن الله أربنا يقول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويقول سبحانه ونقرر في القرحان ما نشاء إلى أجل مسمى يعني لن يسمى الجميل في الرحم إلا للأجل الذي قدره الله أرجع فأقول إن الملك المؤقت بالرحم لا تقل طبيب متابع أفضل من ملايين الأطباء المتابعين متابع للحرب يا رب ينتقل من نطفة يأتي وقته يقول يا ربي مضى يا ربي علقك يا ربي يتابع يستاذن ربنا في أن تتحوله إلا تردت تردت من الرحم وبعد أن ينفق فيها الروح بإذن الله يؤمر بكتابة أربع يؤمر الملك يؤمر أكتب يا ملك يؤمر بكت برزق رزق كم رزق يا رب أكتب له كم ما الذي قدر الله أجله كم يا رب العمل يا رب الذي سيعمل ذكره أنسى أيضا شقي أو سعيد أكتب يا رب علي أن يكون شقي وفي البطن تطلق الأم أو أن يكون سعيد فاسأل الله أن يجعل الجنين الذي في بطن زوجتك سعيدا اسأل الله أن يجعله من السعداء من الصالحين اسأل الله ذلك مئما من المرآة من العيوب والسلام عائشة كانت إذا ولد الأهل والد عفواً إذا سمعت عن المرأة والد أول سؤال تسأل خلق سوياً أنكمل الآضاء ولا جاي مشلول ولا جاي بالنصف وجه ولا جاي خلق سوياً وتحمل الله لا تسأل كثيراً عن ذكره وتسأل خلق سوياً فعليك بدعاء الله أن يكون الولا صالحاً وأن يكون مسوياً استمدش في الدعاء ولا أن تخلق وأنه نوايا حسنة والجليل في بطن أمه إنه نوايا حسنة أن لا تستطيب بهذا الولد على الأفاد بل إنه نوايا طيبة لك تستعمله في طاعة الله إن شاء الله تعلمه الكتاب وتعلمه السنة ويقول يقول صالحاً إنه نوايا حسنة أن أم مريم أكرمت لما قالت ربي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَمَّرَ الْبَطْنِ نَذْرَ لَكِ عَرْضٍ خانصاً لخدمة بيتي فتقبل مني تفعل معروف وتسأل قبول إنك أنت السميع العلمي إذا وضع المولود وإذن الله تحمد الله على سلامة المولود وعلى سلامة الزوجة فالله قادر على أن يجعله أي شيء مهما كانت قوتك ومهما كانت رجولاتك وفحولتك لا تستطيع أن كانت يجولاً من السليم إذا سلمه الله ليس هناك من من هو أكثر من سليمان عقلاً ورجحاناً وملكاً وإيماناً وديناً وقوةً وفحولتاً يقول لأطفن الليلة على ستين أمرأة تخلقوا وطوا على الجماعة مع إفراغ المني وفي الوقت سعين أمرأة تلد كل أمرأة منهن ولداً يجاهد في سبيل الله يقول لأقل إن شاء الله لم يقل قدر الله لا لم يقل ما ولدت منهن إلى واحده ولدت نصف إنسان شق إنسان نصف طولي أو نصف طوبي شق إنسان في اليوم نحاو نبي أحياناً عندما كنت تكترد هكذا يالت ووولد فقر فينا عند الأطباء ونحضرنات وتعليق المحليل وملكيفو لكنه ابتناء فسليمان مع ما فيه من الملك وتسفير الجن والطير وكل شيء له رزق روجته بنصف إنسان عليك بدعاء الله بعد أن يولد الولد عوزه قالت أم مريم عليها السلام لما وضعت مريم وإني وريدها بك ألجأ إليك يا رب كي تحفظه ألجأ إليك يا رب كي تسلمها البنات إذا كانت البنت ليست طيبة تهينك وتذلك إذا رأي داما عشاب وهي متمردة عليك ماذا تصدع فألجأ إليك يا رب والمريم تقول كي تحفظ ابنتي كي تسلمها كي تعيذها وتعيذ ذليتها من الشيطان المجيب وإني أعيذها بك ألجأ إليك كي تحفظها وذليتها وتعفظ ذليتها من الشيطان المجيب فأحسن اليوم إلى الله إذا وضعت فأحسن الاتجاه إلى الله عوز الولد عوز البنت كن راضيا بقادر الله جاءت أنثة الحمد لله جاء ولد الحمد لله الحمد لله دائما دائما أم مريم ولدت مريم مريم جعلت ومنها آية للعالمين زيدة مساء للجنة ونحن رزق بولد عليه السلام على نوع من السلام ولد كافر فأحمد الله وارض بقضائه وأنت تدري كما قال ربنا آبئكم وأبنئكم لا تضعون أيهم أقرب لكم نفع مش عارب من له انفعش الولد ولا البنت الولد ممكن ينهقه كغاية الإرهاق كل يوم في مشكلة وكل يوم في مخدرات وكل يوم في محاكم ويجعلك تشهد زور من أجله ويسلب أموالك ما تدري أيهم أقرب لكن وطن نفسك عن الرضا بالقضاء الله ولا تكن كأهل الجان والغباء الذين حكى الله شادهم فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سيبه الشربه أيمسكه على هون أم يدسه في الطراب ألا ساء ما يحكمون الذي إذا رزقك هو الله وجرت سنته في الحياة أن البشر منه الذكران والإناث الله قال في كتابه الكريم يا أبو لمن يشاء الله ويا أبو لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدر فوطن نفسك على الرضا بقضاء الله وأول ما يولد لك المولود عوذه عوذه بإما بقوله الله أحد وقل عوذب رب الفلق وقل عوذب رب الناس تدفل في يديك وتمسح رأسه أو ما استطعت من جسده أو عوذه بما كان الرسول يعوذ به حسنا وحسينا فعذكما بالكلمات الله التامة من كل شيطان نهم ومن كل عين نهم ويقول إن أباكم إبراهيم كان يعوذ به إسماعيل وإسحاب تعاوذ للأولاد واسأل الله أن يحفظهم ودعو لهم أن ينبتهم الله نباتا حسنا وأن يوفقهم إن استطعت بعد الولادة أن تحنيكهم فألت تمرات وتمدغها وتلقها في فمهم إن فعل ذلك أحد الصالحين فالرسول كان يحنيك الصبيان عليه الصلاة والسلام وتعويذ هذا يستمر لي سفور الولادة فقط على طول استمر في تعويذي الصبيان وإن استطعت أن تعمل له عقيقة فمهم هي فالعقيقة سنة مستحبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقة تعقّو عنه يوم سابعة تعقو عنه يوم سابعة العقيقة هذه الشاتان عن الولد الذكر وشاء عن البنت وقال بعض العلمات إنها متضمنة لشكر الله هي ليست واجبة قال الشافعي ما حصل الإمام الشافعي أفرط فيها رجلا رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجوبها الصبع إنها سنة اشتحابة إن فعلتها تستاذ إن تركتها لا تعقل لكن قد تحرم خيرا بعدها بشعلها ما وجه الحلمان لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الغلام مرتهن بعقيقة محبوس بعقيقة ما معنى المحبوس عن ماذا قال بعض العلماء قيل محبوس عن شفاعته لوالديه بسبب عدم العقيقة والأظهر محبوس عن خير ممنوع من خير كان سيأتيه إذا أبوه عقانه إذا لم يعقفه محموس عن خير من خير الله أعلم تعقوا عنه يوم سابعا عن الغلام شاتان مكافئتان متماثلتان تقريبت هذه في الصفات وكلمة الشات تطلق على الكبش والناجة والجدي والعنز المعزة شاء القدي شاء الناجة شاء كلها شاء شاء تاني متكافئتان مكافئتان ومتمثلتان معنى البنت شاءة واحدة هل تذبح وتقسم على الناس الفقراء وأنت منهم هلها تقسيم معين ليس لها تقسيم معين ملزم لكن إن أكمت أطعمت الفقراء أهديت لك بعض الولماء كانوا يكرهون الاجتماع للعقير كما وشأنه بعض الملكية ويقول لم يسر عن النبي الجمع العقير كما أسر عنه الجمع للوليدة والإمام الشافي الرحم والله يقول هي أطعام إن شيتها جمعت لها الناس وإن شيتها ذبحت في بيتك وأطعامت الفقراء والمساكين وإن شيتها ورسلت لهم لحماً وإن شيتها ورسلت لهم طعاماً على حسن حال الناج وحتياج الناس على نهم هي نسك من الأنساك عبادة تثاب عليها تثاب عليها وتؤجر عليها تثلث كما ثلث أو تربع أو تنصف ما في نصف على المدرس لكن لا تنسى حق الفقير لعلى الفقير قل اللهم بارك لي لأخي هذا اللهم بارك له في ذبيتك بارك له في مولودك فتصيب دعوة وشهد الطعام طعام الوليبة يدع إليها الأغنية ويبنها الفقراء ويبنها الفقراء الغني يدع للدغط أو الفقير يا أخ فقير يا تمنى أكل لعم الكيلو الأن 200 جنيه 200 و20 جنيه كيف سيأكل الفقير اللحم ومرتبها الفجن يخلي بالمجنية ما يذوقها لا يحبذ لو أرسلت إليه قطعة من اللحم إما مطبوخ وإما يدبخه في بيته فالعقيمة هذه سنة المفتحبة وهل يشترط في العقيمة ما يشترط في الأضحية من الشروط فالعلماء لهم مجانب في هذا الباب القياسيون يقولون نعم والذين لا يقصون في هذا المقام قال الله إن النبي ذكر في الأضاحي شروطا ما ذكرها في العقائق لنما على المتيسر في الأخير العمر فيه سعى على أي حال أنت لو استسمتها واستعظمتها أفضل لكن كنت تقدر ما تقدر لا يكلف الله نفسا قل له سعى طالت على ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر الله قدن والإبن أعلم الدين الزغيرة لكن في الله البدن لأن الله قال لكم فيها منافع والأجل المسمى ثم محلوها إلى البيت الاعتباق فأذبح إن كنت موسرا وأعطان ومسائل فقهية هل يجوز في العقيقة هذه أن أذبح صمى بقرة كما يفعل الحاج والمضحي جوز هذا عدد من العلماء عن البنت سبع بقرة وعن الولد سبعان عن البنت سبع وعن الولد سبعان أو سبع ناقر وسبعان عن الولد أيضا ناقر كالبقرة فيها هذا اختيار فريقنا لما تبهى أنك إذا بحت جملا عن إبني وهل أعوش أعطان فقط هذا حسب أيضا بعد عدد من العلماء فكله أشبع أحبابك وأشبع جيرانك وأشبع الفقراء والمساكين وأنت مثاب وربنا قال في شأن أهل الإيمان على التقوى الذين ينفقون في السراء والضراء فأنت مثاب أنفقت في السراء في الخير ومساب أنفقت في الضراء لأن صرت تعزي ناسا بلأ من أي شيء أنت مثاب هنا وهنا فلا تظن أن الإنفاق في وجوه الفرحة والسعادة ليس عليه ألم الله قال الذين ينفقون في السراء أتى للسراء أولا والضراء الأضاحي سراء الأعرى السراء العقائق سراء والضراء المساعدة القوى في مصابيهم من بنحوه إلى أليك فأنت مأجون لذلك فالعقيقة ويولقوا سنة المستحبة إن استطعت أن تفعلها فعلتها ما استطعت لا إثم عليك ولا تثريب عليك في الجملة أعلم أن النبي قال وقد سئل أي الإسلام خير يا رسول الله أي شعب هذا الدين خير قال إطعام الطعام وإفشه السلام أطعم هذا في أهل الكبير يا إخوة خاصة في هذه الأيام قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ولكن يكون الإطعم لوجه الله لا ريأ ولا سمع إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور فأطعم البائز أطعم المساكين أطعم الأيدام أطعم الأرامل كل هؤلاء يطعمون فهذا كشكر أيضا العقيقة شكر لله على ممنى به أنعم لأن كل يوم تحتاجنا شكر من الله عليك بالولد اذبح له شك شكرا لله شكرا لله سبحانه وتعالى وكما قال ربنا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شكرا لله في قوتهم وشدتهم ابدأ في تعليم ولد القرآن ودعا له تدرق معه بالرفق والدين خيركم خيركم لأهله خيركم ألطفهم بأهله كن مرحا مع الأولاد بالقدر الذي لا يخدش دينك ولا يخدش حيائك استعد بالله ومن إذن الله تعالى للموضوع بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله أن يبارك بأخي رب هذا البيت في ابنه صالح الذي رزق الله به ويجعله صالحا مصلحا ثم درج عليه أئمة من الأفهم أن المولود له اسم من نصيبة ولا من حق الوالد من حق الولد على والده يختار أمه ويختار أيضا اسمه مش عرفوش ولا كربوش يعيّر به من أبلاد سميه صالح سميه حسن سميه حسين سميه عبد الله عبد المعنان اسمها طيبة ذات مدلون طيب الولد يسعد بها في وسطه زملائه بارك الله لك فيما رزق وثمت حديث الفضاء مورك في المغهوم وشكرت الواهب ورزبت بره ومن رأشده لكن لا يستعد أصدق سقطت إلى نهم كلام بعض الأول ما كان حسن بصر أو غيره لم أقف على سند ثابت بهذا الأثر فأسأل الله أن يبارك لك بمدلون وأن يزعك شكر ونعمه وأن يزعنا ويأكم شكر ونعمه اللهم أمين يصل لهم على دعين محمد السلام السلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة